السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد فيديو تحفيزي هدي تشوفوا معي تخمال ديال بالتلفزيون ان شاء الله مع رمضان دابا ان شاء الله قرب خسنا نخملو نخليو الضره يلو لتكون نقية ان شاء الله بحول الله وكذلك هدي تشوفوا معي الوصفة اللي كان وجد نهار كان نبغي نخمل وهنايا قبل ما نمشيو الفيديو بغيتكم تخلو القناة وصفة ام ايمان وجدت لنا واحد الوصفة الرائعة صراحة حمقاتني وبغيتكم تنتوا ما تستفدوا منها الناس اللي ما كيبغيوش يديرو الشبكية في رمضان ديرو الشميشة المكنسية صراحة اول مرة انا كان شفت الشميشة هدي كان دير السنطير وكيجيزوين تهوة ولكن هات الشميشة هدي حمقاتني الشكل ديالها وكذلك غادي تكون مقرمشة لانا تفرش في الفيديو ديال كريمة قاتلك هشيشة هشيشة الله يعطيك الصحة اكريم اختي وصفة ام ايمان ما شاء الله عليك ونتمنى تدخلو عندها وتشجعوها وكذلك تشتركو في القناة ديالها وقولو لها راحنا جايين من عند عالم ساميرا تيفي وكنشتركو بزف ومفقاليا اغنخليكم مع هاد الفيديو فرجاء ممتع اليومة ان شاء الله قررت باش نخمل بيت تليفيزيون البارح عجنت الخبز تهنيت من العجينة اليومة وبنسبة للغداء غادي نحاول نديد شي حاجة ساهلة وضغية اول حاجة غادي نحيد الغشال المخاد وغادي نخرجهم الوسط الضار لان الشميشة حشمانة اليومة مرة كطل مرة كتمشي ان شاء الله تال شهر ستة وشهر سبعة وغادي نشمش المخاد كذلك غادي نشمش تلقان قاعد شي ان شاء الله غادي يخرج للشميشة يتشمش مزيان وبنسبة للناس اللي عايشين حدا البحر وكتكون الغمولية هكيا في المخد يديروا الخزامة الصراحة الخزامة هكيا في المخد واحدة رائحة رائعة كتبقها كيف في المخد وما كتكونش ذكري حدي الغمولية انا دا بايا كان نحيد الغشال المخد غادي نحيد قاع الغشا ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم تبارك الله ما شاء الله هالخرين جديد هم ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله ماشاء الله ماشاء الله صباح زين هذا تبارك الله ماشاء الله سبحالله العظيم واحد لفرحة مني شفتهم ماشاء الله سوف ناخد المخد سوف نديرهم وصدار كما كنت لكم هنا بنسبة هذا المخد طوال تحيدت لي السنسلة والطريقة الى تحيدت لكم السنسلة انتم ما كتشوفوا سوف نجيب السيلو سوف نتخلف الوصدير السنسلة وكن نحل سهولة كيتحل وغادي نحيد هكا يا المخدة وهكا كتش يديروا البولز اللي كيتصورتوا هكا راتي حلو مغير باستيلو معرفت شواش فراسكم ولا الله وهما راه كي نرد بلكوم ونبدأ نحيد في طلامط هنحيد طلامط هنحيد طلامط قاعد البيت وغادي نرجع لكم ان شاء الله وغادي نرجع لكم ان شاء الله وشبه دروها الليلة كاملة في الماء باش تطلق منزيان في الماء والغدليه كتزوز ويف كدوزو في ذاك الماء اللي تلقات فيه الشبه وكتنسحوا بهم هكا يا الخشب منزيان باش ما يتكونش ذاك 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 الرتيلة ما كتكونش انا هنيا غادي نشيتهم الصراحة بالنسبة لشبه ما عنديش ذاك شي علاش مدرتهاش وكذلك الشرجم راه كبيت فيه الماء حيت قاعدة كشي راه قربتوا لهذا الشي ها انتم ما كتشوفوا غادي نمسح الغبرة نحيد قاعدة ديك الغبرة غا نمسحها بالزيت والخل كان دير الزيت والخل بشي ديك رشاشة وكان رش وكان نمسح بسهولة ضغية كما كتلكم الشرجم راه خويت فيه الماء صافي جفيت مك ورجعت كل حاجة لبلسها غادي نخلي البيت تنشف غا نمشي دابل الكوزينة خليت البيت تنشف وكما كتلكم جيت نغسل الماء عندي والفطور صراحة البرح ما خليتش الماء عندك شي ديه اللي عشا حيته خليت الكوزينة نقية باش يعني باش اليومين ان شاء الله ما نتمحنش في التخمال صافي غادي نحيد لماعن وبالنسبة اللغ ده غادي ندير الكفتة الكفتة راه قلت لمول دار يجيبها ان شاء الله مع ال 12 اناش غادي ندير دابا غا نوجد غير ماطيشة مع البصلة يعني غادي نوجد لصوص وف هاد الوقيتها فاش كنغسل الماء عن راه دايرا ها كي يطلع مط كي يتصبنو صافي خليت الماء عني تسقطرو في الشبكة جيت باش نقاد لصوص اللي كليكم هالزيت البصلة غادي نديرها نشلضها في اللامولاتي هيو تومة ومن بعد غادي نديرها في الطاجين الصراح هاد البصلة رائعة كالدوب في الفم غادي ندير شوية ديال الزيت وغا نخلي واحد شوية باش نديرها مع الكفتة شوية ديال البصلة صافي غادي نخلي هكيا البصلة تشحر بالنسبة لطريقة را كل شي كي يعرف يعني ما وريدكم مش بزاف يعني كيفاش درت حقيت ماطيشة درت الخرقوم سكين جبير شوية ديال البصار وشوية ديال الكامون كذلك قذبور حبوب والملحة صافي نخلي لصوص الطيب من زيان وفي هاد الوقيتها يعني من اللي خليت لصوص طيب من زيان مشيت لبيت باش نفرش الزربية انتم ما كد شوفو تنقد الزربية لان الصراحة سهلة ضغية يعني كد قد مشي اشي زربية كبيرة وطقيلة هادي خفيفة صافي رضيت كل حاجة بلصتها غادي نخلي هاد شي عنا مشي نكمل الغضاء تال مورا الغضاء ان شاء الله بي حول الله نرتح واحد شوية عاد اللي نجي نلمطها هنا الكفترة ها وصلتني درت لها التوابيل درت غير الكامون والبصار وكذلك الملحة شوية ديال قصبور حبوب ثومة درت كذلك شوية ديال البصلاها كيمشى الضوار ربيع كنعجنوها مزيان وكنكورها نديرها مع الاسوس ديال الماطيشة والبصلا صافي كان بدا نكوره نحط حتى نكمل غادي نغطي عليه صراحة ضغيات تقريبا واحد عشرة دقيقة كلا قاع ما كاملاش كتكون الكفتة هكي وجدة اللي كيبغي ماطيشة الحك ممكن ديروح نمعي القصغيرة تخلطوها مع شوية ديال المو وضيفوها ومن بعد ما كتطيب الكفتة كندير عليها الفرماج محكوك مع شوية ديال الربيع صافي غادي نحيد الطاجين من فوق النار هنخلي هي برد واحد شوية بنسبة لخبز راني سخنته في الفران غادي نتغدي ان شاء الله بحول الله وغادي نجمع الطبلة مشيت انشرت دوك طلامات وكذلك الخشا ديال هكي المخد ومشيت ارتاحيت من بعد ما ارتاحيت نط بدي تكلمت هكيات القان بنسبة لطلعام تراهو مجداد بنسبة اللون هنا يتيبن لكم غوز وراح مر ولكن مع الصراحة ما لمتش بكريت ضلام الحال دكشي علاش ما تيبنش لكم اللون مزيان يعني الصباح ان شاء الله غادي نصور لكم باش شوفوا البيت مزيان وبنسبة الفراشات درت دو فاص درت جوج اللوينات مختلفين باش مرة مرة كينا نبتلو نديرو زعم بحال الا بدلنا طلامد نبتلوها كيا الدكور ديال البيت هنا يا درت الخزي فاتح ودرت الباج صراحة اللوينات حمقوني زوينين غان دير دابايا الخزي باش شوفوا البيت في اللون الخزي يقولوا لي كيفاش جاكم لانا بالنسبة للمخدرة فيها بزفت الوينات غير انا اختارتها دجوج الوينات كي ما كلكم مخزي فاتحه والباج صوفي غادي نكمل البيت وغادي نقدر المخد صراحة عاونتني بنتين الله يحفظها لي يا ربي عاونتني نتعف هالفيديو هيدا غير غادي نكمل الفيديو ما ديش نحط لكم ان شاء الله تنهر الجمعة صوفي غادي نغلف كي ما كلكم قاع المخد وغادي نقد قاع البيت ان شاء الله بحول الله انا را كي يبلكم الخزي وبنسبة لديكورات الغدون قد هم وهنا يا صباح ديال الخميس نط قلبت الفراشة بتيبلكم اللون زيان كذلك تلميطارها كتبان بانها راح مرة راح بينا اعطيوني الرأي ديالكم اشمل لون اعجبكم انا الصراحة اعجبوني بجوجهم يعني هاد الفكرة ديال دوفاس فكرة رائعة صوفي غادي نقد البيت وبنسبة لديكورات رغسلتهم البارح بالليل غادي نمسهم دبيون نحطهم في بلصهم كل حاجة نقدها في بلصها وغادي نوريكم البيت باقي لي الصراحة الخامية وباقي لي الزربية يعني شوية بشوية لان ديك الزربية مجدش مع هاد اللون هادا كما كلكم شوية بشوية حتى نكمل البيت ان شاء الله وندل لكم جولة فيها وهذا هو الفيديو ديال اليوم اللي كانت منى يا ربي اعجبكم الى اعجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لي لايك الفيديو كذلك الناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة كانت منى منكم تشتركوا في القناة ديالي وكان شكركم بزف وما بقى لي يا غير نقول لكم الى اللقاء والى حلقة مقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة